دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معالي أسيدة إنكلوديا روسفاخ وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي ببرنامج الأمم المتحدة معالي الوزيرة منال عوض وزيرة التنمية المحلية معالي الوزير أشرة الصبحي وزير الشباب والرياضة معالي الوزيرة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي معالي الوزير شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية معالي الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني معالي الوزير الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظة الأسكندرية السادة المحافظون والسفراء وممثل المنظمات الدولية وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب الضيوف الكرام السيدات والسادة اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعا في مدينة الأسكندرية أيقونة مدن البحر المتوسط بتاريخها العريق وسقافتها التي علمت العالم التسامح والتنوع ومن مكتبة الأسكندرية الصرح الثقافي المصري الذي يبث عبر على مر الأيام أو يثبت على مر الأيام أنه منارة فكرية وثقافية تشكل همدة الوصل عبر مدن البحر المتوسط وعبر كل أرجاء العالم الحديث تأخذ منه وتعطيه وتنشر الثقافة البصرية التي تقوم على المحبة والسلام والتي تؤكد للعالم كله أن طريق التنمية والبناء أهم وأبقى من طريق الحروب والصراع والهدم وأن السعي نحو الحداثة والمدنية هو الطريق نحو التنمية المستدامة إننا نلتقي اليوم احتفالاً باليوم العالمي للمدن تحت شعار مهم تدلع التغيير المناخي من الشباب تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية إن هذا الشعار يعكس أهدافاً نبيلة تتشابك مع موضوعات أربعة تحتل مكاناً مهماً في أولويات التنمية في مصر المناخ والشباب والعمل الأهلي المحلي والاستدامة الحضرية إن هذه الموضوعات تعكس بجلاء كثيراً من الأهداف التي تسعى استراتيجية مصر الوطنية 2030 إلى تحقيقها وعلى رأسها بناء الإنسان والحفاظ على البيئة واستدامة التنمية تلك الاستراتيجية التي يتم العمل في ضوئها تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هذه الاستراتيجية تضع الشباب في بؤرة الاهتمام فهم صروة مصر الحقيقية ولا شك أن العمل معهم وتحفيزهم على التطوع والمشاركة عبر مجتمعاتهم المحلية وعبر منظمات العمل الأهلي هو الطريق الأسلم نحو تكوينهم وبناء تطلعاتهم في المستقبل كما أن رفع الوعي بقضايا المناخ والاستدامة الحضرية يعد ركيزة أساسية في هذا التكوين الشبابي فلا سبيل إلى مستقبل أفضل دون استدامة تحقق للأجيال القادمة أمنها واستقرارها ودون بيئة نظيفة ومدن آمنة مستقرة تحتضن أبناءها وتحقق لهم حياة سعيدة صافية ولقد كان للمدن مصنيبا كبيرا في هذه الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بالتجمعات الحضرية العشوائية التي قلصت معدلات الحضرية في هذه المدن وعطلت استدامتها لقد بزلت مصر جهودا كبيرة في هذا الصدد في التغلب على مشكلات العشوائية الحضرية بإسلوب علمي ووضعت خططا مدروسة جعلت العالم كله يشيد بالتجربة المصرية في هذا الصدد ومن نافلة القول أن نؤكد أن مكتبة الأسكندرية تولي هذه الموضوعات كل اهتمامها وتضحى على أولويات عملها وهي تعمل دائما من خلال شراكة بناءة مع كل وزارات ومؤسسات الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بالوعي الثقافي للشباب بما في ذلك الوعي بمشكلات البيئة والمناخ والاستدامة الحضرية واسمحوا لي قبل أن أنهي كلمتي أن أتوجه بخالش الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح هذا الحدث المهم بداية من الرعاية الكريمة لدولة رئيس مجلس الوزراء والدعم الكبير الذي تم من خلال معالي وزيرة التنمية المحلية ومعالي الوزير الفريق محافظ الأسكندرية الذي كان يتابع بنفسه وبكل دقة كافة التفاصيل كما أشكر فريق العمل من الزبلاء في مكتبة الأسكندرية وكل من ساهم في نجاح هذا اليوم أرحب بكم جميعا في مدينة الأسكندرية وفي مكتبة الأسكندرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته